يلا نرجعوه يا علاوي شوية اريدكم هي شي حماس وهذا يعني من ضيفي جاوب اريدكم تشجعوه من كل قلبكم اي علاوي سؤال يقول من هي اول دولة عربية بدأت بالبث التلفزيوني من هي اول دولة عربية بدأت بالبث التلفزيوني عندك تايم لتستعجل فكر ممكن تتناقش انت وفريقك وتطيني جواب العراق 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 اول دولة اول دولة انا اخرج بكالوريوس اعلام واي اهم مرة علي زين يا سنة يعني اتصور انه لو سب 1957 لو 56 يعني ما اذكر التاريخ بالضبط بس ان اللي اعرفه انه العراق درستها المعلومة بالاعلام درستها بال بالتاريخ الاعلامي ما اتصوك ما اتذكر المادة بيا مادة كانت بس درستها بالجابة جواب اخير طيني قبل ما انتهى التايم ان شاء الله اخير العراق العراق ما تتراجع لا 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 متأكد يعني مو مصر مو الجزاءة لا لا وقفوا التايم او خليه خلاص تايم حتى جاب نسمى احلى تصفيق اجابة صحيحة ونقطة لعلاوي العراق هو اول دولة عربية بدأة في البث التلفزيوني من خلال شركة المانية كانت جايبة اجهزتها الى هذا المعرض فبعد انتهاء المعرض قامت هذه الشركة الالمانية باهداء هذه المعدات الى العراق يا سنة كانت بالستة وخمسين يعني صحيح فبعدين العراق سوى اتعاقد معا شركة بريطانية لانتاج اجهزة الصوت فهنا صارت اجهزة الصوت واجهزة تلفزيونية فيعتبر العراق اول دولة عربية بدأت بالبث التلفزيوني بدولتهم فاحييك على هذه المعلومات شكرا